موسيقى بالبداية الكل كان مستغرب قسا لا قسا بحيث انه الكل بيفتخروا انه بمضيعتنا وصلت لهون وقدرت تنافس بمجالات كتيرة انا بلشت بتربية الناحل من 14 سنة تقريبا بلشت هواية وحشرية مش اكتر وبعدين توسعنا لانه يصير شغل ما كان هدا في اني مفوت باشتغل بشغل الكل بيعتبروا انه لرجال حباية الناحل وتعلقت فيه وهيدا الشي خلاني انه فكير وسع شوي شوي بعدين يعني صارت حتى الناس شو بديك بهيدا الشغل وهيدا بس لرجال وانتي لاش بديك تشتغلي ولاش بك تنزلي تشتغلي بالحراش لحد اليوم انا ما عندي مشكلة يعني اذا فيه احيام مطلس ساعة بالمنحال انا بلسع حالي يعني قصد بالنسبة الي كان عادي يعني ما كان بيوم في عندي مشكلة اني يكون بالطبيعة انا حدا بيحب الطبيعة من الاساس والنحل حببني بالطبيعة اكتر فما بيعتبر انه حكرا على الرجال المرة قادرة يتشتغل اي شغلة هي بتحب تشتغله المرة تعامولها مع النحل اهدا النحل بالاجمال اللي نشتغل معه باننا نكون كتير هاديين يعني بيتطلب انه نكون الانسان هادي مش عصبي يعم يشتغل بنظام بترتيب مثل النحل فالمرة اقرب لعالم النحل من الرجل انها قادرة تتحكم بهالوقت هي يعني اذا كانت مربية بس للبيت وحطها النحل حد البيت فهي قادرة تتحكم بوقتها وتعطي الوقت البداية يعني ما تغيب عن بيتها بشكل كتير طويل وتتركه ليدا فقدرة تعطي ساعة لأسبوع حسب عدد النحل طبعا اللي موجود عندها ولمان يصير اكتر لا بيصير بيحتاج منها انه تعطي وقت اكتر وممكن احيان انه مثل انا مثلا احيان كل الاسبوع يعني بفترة الموسم بفترة ضغط الشغل احيان كل الاسبوع بيكون برات البيت لأ شغل تاني بيكون اسهل بس هي فترات كتير قصيرة اللي من نجبر ونكون فيها عطول بمتواجدين بالمناحية في عنا نحنا بالضايعة في كتير مربية النحل بس بعائلتي انا كاهلي يعني او باية او زوجي لأ يعني انا كنت الاولي بالعالي زوجي كان دايما مساند لألي وبطبيعة الحال يعني لوما هني كانوا مسانديني كل اهلي ما كنت كفات لو قد ما يكون الانسان عنده رغبة بانه يتطور بدي يكون في ناس دعمينه فكانوا من المشجعين لألي انه انت بتحبي هيدا الشي عملي من بلاشت من 14 سنة كانت الامور اصعب بكتير من اليوم فاعتمدت انا على الكتب ما تركت كتاب اذا حدا مسافر لبرا وصي يجبولي كتب عن تربية النحل كل الكتب اللبنان جمعتها قرأت الكتب كلها بداية اتعلمت من الكتب انا قبل ما انزل على الارض ونزلت وبلشت طبق على الارض شغل الخبرة بتكتس بيها معك معك بالشغل بتاخدي معلومات اساسية من الكتب ومن اي شي يعني حتى من الناس مش الكلة بيعطيك المعلومة الصح حاليا انا عضو بمجلس الادارة باتحادنا حاليا العرب والمرأة اللبنانية الوحيدة والعربية يعني لحد ديت اليوم بعدني لحالة بالاتحاد المرأة قدرت صراحة يعني ان كان بلبنان او بالدول العربية بالفترات الاخيرة صنو عم نشوف في كتير نساء عم ينضموا لتربية النحل وانو يفوتوا بهيدا الشغل اكيد بشجع النساء بلبنان وبرت لبنان انو يفوتوا بتربية النحل اذا كان عندهم هيدا الرغبة والشغف بانهم يشتغلوا مع النحلة في كتير ناس بديك تعلميها بس بديك تضلك شوية متابعتية لحتى تكفي اذا ما كان هي اللي عندها الرغبة انو تشتغل فبالنسبة لقالي انا المنظمات يعني اشتغلت صحيح وعطيت النساء بس مش بالشكل المظبوط تربية النحل بده شغله بده صبره بده انك تكوني حتى نفسيا محضرة لكل شي بده يصير تربية النحل ممكن يكون عندك اليوم مية خلية طوعي تاني نهار الصبح ما يكونوا موجودين يا اما تتعرضي للسرقة يا اما مرض يا اما نحنا النحل ما نحطه بالبرارة احيانا كتير بالحرائق عم بيروح مناحي الكاملي فكمان هيدا الموضوع عم بيكون عند النساء بالذات موضوع عاطفي اكتر انه لما عم بيصير في خساير نساء عاطفيا بتتأثر اكتر من الرجال بعرف من انا بدايتي يعني كانت لما يموت عندي خلية نحل اصير ابكي قصة تعودت صار الامر يعني خلص يعني الانسان بيتعود ولا حتى نفيه كافة شغله شكرا موسيقى اشتركوا في القناة